أجواء مستقرة في أغلب أيام الأسبوع الحالي، لكن تغير الأجواء مع نهاية الأسبوع. متى ستكون الأجواء مناسبة للخروج في رحلات؟ تفاصيلها في النشرة الأسبوعية بعد قليل. النشرة الجوية، تأتيكم بالاشتراك معه. المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين، جيل بعد جيل، نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب، كابسولات قهوة الإسبريسو، الفاخرة بالميو متابعين في لوردن أسعد الله وقاتكم بكل خير، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الأسبوعية من تقص العرب خلال الأسبوع الحالي يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل متواصل حتى يوم الأربعاء والتيست تكون الأجواء مناسبة للخروج في رحلات في أكثر من يوم خلال النصف الأول من هذا الأسبوع لكن خلال نهاية الأسبوع يتوقع أن تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ومنخفض جوي نبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية ليوم الأحد وبداية الأسبوع حيث تعود الأجواء للاستقرار بعدما تأثرنا بالمنخفض الجوي خلال عطلة نهاية الأسبوع درجات الحرارة تبقى أقل بقليل من معدلاتها المثل هذا الوقت من العام بالتزاون مع استقرار الأجواء وتفرق لبعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة يوم الاثنين هناك ارتفاع على درجات الحرارة بالتزاون مع الأجواء المستقرة بالتالي تصبح الأجواء مناسبة للخروج في رحلات خاصة في المناطق المنخفضة الأغوار أربح ميت وأيضا العقبة التي ستسجل 24 درجة ميئوية في حين تستمر الأجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية يوم الثلاثة سيكون الأنسب الخروج في رحلات مع المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام بتزامن مع أجواء مستقرة بشكل عام لكن الأجواء ستكون الأكثر مناسبة للخروج في رحلات تستمر في المناطق المنخفضة الأغوار البحر الميت والعقبة لكن أيضا المناطق الجبلية بالرغم من الأجواء الباردة نسبيا والمائلة البرودة إلا أنها ستكون أيضا مناسبة للخروج في رحلات وأيضا ممارسة النشاطات الخارجية يوم الأربعاء تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام لكن تهب رياح جنوبية غربية نشطة في مقدمة لتأثر المملكة بمنخفضة جوية وكتلة هوائية باردة تبدأ تأثيراتها من المنطقة الشمالية خلال ساعة ليلة الأربعاء للخميس على شكل انتشار لكميات من غيوم مهطول زخات من الأمطار تغير جذري على الأجواء يوم الخميس ما بدأ عبور للكتلة الهوائية الباردة انخفاض حاد على درجات الحرارة انتشار لكميات من الغيوم الماطرة في المنطقة الشمالية الوسطى وأجزام المنطقة الجنوبية درجات الحرارة تكون مبدون العشر درجات مئوية في المناطق الجبلية في حين تنخفض في العقبة تسجل 19 درجة مئوية بينما تكون 11 درجة مئوية في البادية الجنوبية يوم الجمعة تتراجع الهطولات المطارية لكن تستمر درجات الحرارة أقل من معدلتين مثل هذا الوقت من العام وتستمر المملكة تحت تأثير كتلة هوائية باردة بشكل عام وتسود أجواء باردة إلى باردة نسبيا خلال يوم الجمعة وبالتالي الجمعة القادم لن يكون مناسب لخروج في رحلات بحسب التحديثات الحالية إلى أن تنتين نشرتنا السبوع موفق نتمنى الجميع للقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو اشتركوا في القناة